غالية الباقومية أول طايدة عسكرية في التاريخ السعودي السلام عليكم مرحبا بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشتهت لتتوصل بكل جديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع في آخر الفيديو سأذكر مصدر ومرجع المعلومات لقد أعادت غالية تلك الروح الوثابة للمرأة العربية الفاعلة التي لا تبخل بنفسها في سبيل الدفاع عن المبادئ والقيم التي يؤمن بها المجتمع العربي هي إمرأة سعودية ذهلت عصرها لا لوهد شجاعتها وبطولاتها حيث أصبح اسمها يربط الحملات العثمانية على شبه الجزية العربية فقد تحولت في الذهن العثماني إلى رمز للمطاومة حتى طال محمد علي مقولته الشهيرة بعد سطوة تربة أمس الدار غالية خالية بل إضافة إلى ذات لأنها قدمت مفهوما مغايرا للمرأة العربية المناظلة في ذلك العصر المرأة القائدة ذات العقلية العسترية الفذة والقادرة على التخطيط والقتال مما جعلها رائدة النظال في التاريخ النسائي كانت السيدة غالية البقمية نموذجا ساطعا في التاريخ السعودي نموذج يؤكد أن المرأة السعودية لم تكن بعيدة عن التضحيات الشجاع والمواقف الصامدة فقد قدمت مواقف مشرفة تنمو عن بذل وتضحية وعطاء صخي ورأي سديد منذ بداية تاريخ الدولة السعودية الأولى وما زالت حتى اليوم وكل يوم تؤكد المرأة السعودية أنها قادرة على خدمة ولايها وانتمائها لهذا البلد العظيم في أي مجال مع المحافظة على مبادئ دينها واحترام مجتمعها إن الرمزية البطولية التي ترتبط بالمرأة هي نادية على مستوى الإعلان الشيوع لا على مستوى الوجود ولعل لذلك أسبابه لا مجال لذكر الإعلان ومن هنا تستمد هذه الشخصية قيمتها التاريخية على مستوى التاريخ السعودي عامة وتاريخ المرأة السعودية خاصة لأنه دليل قطع على قدرة المرأة السعودية في التفاوق في المجال العسكري قيادة وتخطيطا وأن لا فاق بينه وبين الرجل في خوض هذا المجال وهذه الرؤية التصحيحية لقدرة المرأة في المجال العسكري بدأت تتحقق تدريجيا اليوم في ظهر رؤية 2023 التنويرية لقد تجاوزت السيدة غالية البقمية محدودية التصنيف إلى شمولية الصفة لتصبح الطائد الذي يتصدى للحملات العثمانية الاستعمارية على شبه الجزية العربية من خلال تحويل منزلها إلى مطر للقيادة العامة تعتد فيها الاجتماعات وترسم الخطط العسكرية فقد تولت المبادرة فرادت وخططت للمعارض وهو أم يستدعي الانتباه ويعيد الأذان إلى قرون خلت عندما كانت المرأة العربية تتحلى بروح الفروسية كانت تترأس قيادة الآلاف من الجنود والعشرات من القادة والمئات من الأبطال فقد كان لها في معظم الأحيان التلم العليا والرأي المطاع فلم تكن هناك عردة التصنيف ما بين رجل وإمرأة فقد كان الوعي راقيا يربط بين القدرة والاستحقار فقد كانت سيدة تتميز بالحكمة والرأي السديد والشجاعة في القتال والحزم الفروسية التي نشأت في ظلها بالتدريب والتمرس حتى لقبت بعض أمرات أقول كان الوعي في ذاية الوقت راقيا يربط القدرة بالاستحقار لنوى بالاستحقار في المجتمع وخاصة تطاعد أسترية وأن الشوائب التي أضيفت إلى هذه الدعوة فيما بعد هي التي بنت فتاة العداء بين المرأة والدعوة كانت غالية البقمية زوجة أحد زعماء البقوم وهي بذائت فمتانتها في قابلتها هي بمنزلة السيدة الأولى ولعل لهذه المتانة أثرها استهل عليها القيادة بالإضافة إلى ما تتميز به من شجاعة فروسية وحكمة وسداد راي جعلها تحكم البقوم انتفضت غالية البقمية أمام الحملات العثمانية الاستعمارية لشبه الجزية العربية وتصدت لحملة مصطفى بيت عام 1813 ميلادي وطادت جيشها لمواجهة تلك الحملة حتى هزمتها فاشتطى محمد علي غاضبا على تلك الهزيمة فكيف لإمرأة عربية تهزم جيشه وخصوصا أن شهرة غالية تضاعت في كل البلاد وأسام الجنود المنهزمون من نشر اسمها والرفع من متانتها إذ كانوا يروهون قصصا عن شجاعتها وبسالتها لم يدرت محمد علي أن غالية البقمية لم تتنسخ من حريمه الطابعات خلف الحملة العقيمة لهن خارج متعته ومتع جنوده حريم مخذولات خانعات لم يدرت أن غالية البقمية هي إمرأة عربية تربت على قيم الحرية والشجاع الفروسية وقوة الولاء لوطنها وقومها إن من يترب على أيدي الجوال وبين الغانيات لم يدرت ماذا تعني إمرأة عربية حرة وطنها هو عقيدتها وحياتها في زمن تانت النساء في البلاد العربية يطالبن بأبسط حقوقهن تانى على الجانب الآخر إمرأة سعودية من شبه الجزيرة العربية تقود جيشا ضد قوة عظمى في ذلك الوقت وتهزمه وستظل هذه المرأة السعودية السباقة للإنجاز بمفهومها الخاص وطريقتها الخاصة وما لبث محمد علي أن صار على رأس جيش كبير للحجاز يطود خطواته غضب الانتقام من المرأة العربية التي غلبت حملته وألحقت به عار الهزيمة إن انتصار محمد علي لن يمحو تلك الهزيمة من ذاكرة التاريخ التي ستظل تطول جيال العربية والعثمانية بأن إمرأة عربية هزمت جيشا كان ممثلا للقوى العظمى في الشرق في ذلك الورد لقد استطعت غالية البقمية أن تؤسس لريادة التاريخ النضال للمرأة العربية في العصى الحديث قبل رحمة حموش وماجيدة بوليلة وجميلة بحيرد إن حضور المرأة في شبه الجزية العربية قبل الدولة السعودية وفي ظل حكمها المبارك كان على الدوام حضورا فعالا وإيجابيا ومثال منعطفات حيوية في تاريخ المرأة السعودية الذي ما يزال في حاجة إلى ارتشافه والإعلان عنه ليرصم للأجهال القادمة من الفتيات طريقا نحو منافذ الشمس وقدوة للارتقاء وفي هذا المقام نوجه الشطر الجزير للدرطورة دالال حربي في مجهودها الجبال التشفى عن نساء سعوديات سواء من خلال تتاب غالية البقمية أو تتاب نساء شهيرات من نجد تصطع بهن ذاترة التاريخ وتغيب للأسف عن المحافلة الثقافية والأدابية في بلادنا تحية لطول إمرأة سعودية تقدم طول يوم نموذجا مشريطا للإنجاز لتؤكد للعالم أن همة المرأة السعودية لا ترضى إلا بالقمة متانا ومتانا أقوال الاستشهاد من كتاب غالية البقمية حياتها ودورها في مطاومة حملة مع علي باشا على تربة أدور تورد على المخلط الحربي دار المالة عبد العزيز اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إننا تحميد المجيد وبارت على محمد وعلى آل محمد كما بارت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إننا تحميد المجيد ترجمة نانسي قنقر